أكيد كفاءتها اليوم بش نحكيه على الكفاءات في ممثلة في المهندسين على خاطر بحثينا عميد المهندسين في تونس سي كامال سحنون مرحبا بيك معنا من جديد نحكيه على إشكاليات هذا القطاع فم رقم يقول في الست سنوات الأخيرة تسعة وثلاثين ألف مهندس خرجوا بمعدل ستة لاف وأكثر سنويا تسعة وربعين منهم هما من مهندسي الإعلامية المهندس التونسي مطلوب في أمريكيا في أوروبا في الخليج في كل دول العالم ولكن هذا يخلينا إحنا في تونس معنا ما يكفي من المهندسين لكل ألف ساكن وكيف كيف زاد الاقتصاد الوطني اللي يصرف على هذا التكوين وهذه الكفاءات يتذرر شخصنا حكينا على الأسباب قلنا مشكلة الأجور قلنا ظروف العمل والقوانين اللي تنظم هذا القطاع اليوم في عمادة المهندسين تطرح الحلول ما تطرحوش الإشكاليات فقط كيفاش تراو منطلقات تنظيم قطاع المهندسين في تونس؟ شكرا لذلك هم عدة جوانب الجانب الرئيسي هو أنه باشتجم تحل جذرياً المشكلة هذه لا يلزم حلول ترقيعية نعم كل واحد يطرح حلول ترقيعية وقتير نعم قصر نظر لأكثر والأقل وبالتالي يلزمنا نمشي للحلول الجذرية والتجربة موجودة كما يقولون في المثال الفرنسي كيف نرى واللي كانوا في الثمانينيات البلدان اللي كانت في الثمانينيات تشبهن كانت فقيرة كيفنا واليوم ولات من الملجي عشرين ديزان من العشرين دول الاقتصاديات العظمى مثل كيف ما وهم القطب الآسيا والأساسان اللي كانوا فقرة كيف ما كوريا كيف ما ماليزيا كيف ما تركيا أخيراً برشا يعني كلهم اندونيسيا كلهم الصين كل ما ذوما كانوا في الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانيات فقرة بل ربما أفقر منها واليوم ولو يسيروا في الاقتصاد بتاع العالم هذي اش عملوا كانوا في وضعيتنا كان عندهم اقتصاد مبني على اقتصاد المصلحة على اقتصاد الريع اللي هو اقتصاد دره ومن قلوش من الستينيات موجود عندنا هو موجود من عهد الدولة الحفصية هو بيدو لكن يتغير منظومة قديمة برشا بضبط بأشكال مختلفة لا أكثر أقل أما العمق متاحة هو نفس المنوال الاقتصادي وبالتالي الدول هذي اش عملت هي بدلت المنوال هذي إلى منوال مبني على اقتصاد المعرفة يعني يرتكز على المعرفة يرتكز على الابتكار يرتكز على البحث العلمي يرتكز على كل ما هو تكنولوجي وبالتالي وكل ما هو تطور وبالتالي هنا حاشتق بجميع الكفاءات دون استثناء المهندسين الأطباء المحاسبين المقابرات المحاسبين المهندسين المعماريين لأنه هذو مهمة اللي يجب يعملك منوال جديد وبالتالي أنك المهندس فاعوض تصدر مهندس كيف ما قاعدين نعملوا اليوم تولي تصدر الخدمات المتحم وتصدر المنتوج اللي ينجوه في البلاد هذية وبالتالي هذي ما عنيش حل كان أنه نمشيوا للمنوال هذي والمشي للمنوال هذية هي تلزمها عزيمة لكن حتى تلقى عزيمة سياسية في الحقيقة بتعربي أنك يلزم وراها إدارة تبدل عقليتها وتمشي لتنفيذ تلك العزيمة اللي نهاري اليوم في تونس اللي إدارة تونسية مازالت بعيدة على تغيير العقلية البيروقراطية نماذج العمل لنتيها اللي أنا ورثناها ورثناها على فرنسا واللي هي في الحقيقة ربما داخلها في هيكا استهداف تونس يعني رمونا البيروقراطية وإحنا تفننا نعم يعادة إنتاجها وتدويرها ورسكلتها دونك تقول الحل وطني إنتاج اقتصاد المعرفة في بلاسة الاقتصاد الرائعي نعملوا على الكفاءات معاش نصدروا المهندسين نخليهم يخدموا في تونس ونصدروا إنتاجاتهم هذا الإصلاح الأول مسألة الأجور والحوافز وبيئة العمل كل طارحين فيها معيمات المهندسين مقترحة مغير شك أنت كيف تبدل المنوال سيئت اللي كنت نحكي عليه الكل يتباتل سوف يتغير من عندياته لأنك ما تجي مش تعمل المنوالة هاكية بدون ما تشد المهندسين هاكية وبدون تحسن وضعيتهم أنت توا مثلا المغرب من جملة معاملين أنه الحسنة الثانية هم السبعينيات باش عمل خطة لتطوير بلاده فهم اللي ما يجم يطورها إلا ما يرتكز على المهندسين ومن وقتها رفع الوجور بتاهم وأحدثوا صندوق كما نقولوا احنا صندوق الدعم متاع نهار اليوم صندوق باش المهندسين اللي هربت للخارج يرجعوهم ويعملو لهم نفس الوجور اللي عندهم في الخارج والفارق هيك في الوجور الصندوق هذي يتكفل بي هذي مازال اليوم قاعد قايم في المغرب ما هوش يعني ما نقصدش أنه يلزمنا نعملوا حاجة منه للوزراء الكل للحكومة على أساسا باش تطور جميع القوانين ذات العلاقة بالشأن الهندسي وبالمهندسي احنا توركومنسي خرج قانون خرج يعني واحد وزيرة التجهيز زادة كيف كيف مشكورة خرجتنا عنا قانون يحكي على طريقة عمل المهندسين المستشارين واللي قوموا بالدراسات وكيف كيف حتى المهندسين المعمريين في نفس الوضعية وتغير القانون هذي اللي هو من سنة واحد وتسعين تغير أخيرا في وهذا يعني كسب عظيب لأنه هذي عنا سنوات ونحن نطالب بالتغير ما نجي مش يتغير الحمد لله تغير توا قاعدين في القرار الثاني هذا ديما بالنسبة للمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات اللي هو اللي ينقلوا لو احنا القانون واحد واحد وسبعين عدد واحد وسبعين لسنة ثمانية وسبعين اللي اللي ينظم مهنة الدراسات بصفة عامة نعم دراسات الهندسية وباش تجمع بالدراسات الهندسية وهذا توا وزارة التجهيز كيف كيف قاعدة تخدم عليه قاعدة تخدم عليه وكل أسبوع عندنا جلسة عمل مع المعماريين وفي وزارة التجهيز تحت شراف الوزارة وبرك الله فيهم يعني الحق متعربي الموجهات هيك وبدأت توصل للوزارات وزارة وزارة نعم فما نقطة أخرى فما عركة أخرى كيف مشروع القانون الأساسي اللي ينظم عمل الهندسة بصفة عامة وينظم عمل عمادة المهندسين هذي اللي من عام 1982 هذي وقع اتمام يعني الدراسة بتاعه في رئاسة الحكومة وهو حاضر باش يتعدى على على مجلس الوزارة باش يمشي للمجلس نواب الشعب هذي القانون الأساسي بتاع المهندسين بصفة عامة معنا في التشريعات متقدمين يعني نشعر في السنتين الأخيرتين اللي فما عزيمة لتغيير ذلك مشكلة بتاعنا ديما لدارة تونسية هل تتبع ولا ما تتبع نعم البطء في تنزيل القرارات فما نقطة أخرى وانا نعتبرها عركة نتو مربحتوها عمادة المهندسين اللي هي مسألة التكوين عملت عركة كبيرة على التكوين وحطيتو كراث شروط صعيب ياسر بالنسبة للمؤسسات الخاصة اللي دخلت في تكوين المهندسين بعجالة عليش العركة هذية وهل معنيها كيفاش استفادت منها العمادة والقطاع عموما لا احنا ما نعملوش عرك مايش عرك خصومة صغيرة احنا احنا فما كراث شروط عملتها الدولة اي ولو انها قديمة وبالية لكن هو الاطار الوحيد اللي موجود اللي موجود في وزارة التعليم العالي باش تجي متنظم به قطاع الهندسة بتاع الخاص احنا يعني اذا كان مستويات التكوين العمومي نفتخر به رغم اللي هو نراوه دون يحتاج للتطوير يحتاج للتطوير وقاعدين عنا لجنة التفكير في وزارة التعليم العالي نعم في الوزارة الحالية لتطوير الاطار العام متع التكوين الهندسي ككل نعم وليف ما يسمى بليفر بران متع التكوين هدايا كتاب الابيض ان شاء الله الكتاب الابيض ان شاء الله مش يخرج ربما مع انت الوبجيكتيف هو نهاية شهر جوان ربما يبخر شوية اما المفيد في طور متقدم جدا للصدور واذا كان اصدر الكتاب الابيض هدايا بحول الله المستقبل بتاع التكوين الهندسي يكون افضل بكثير من الحالي لكن اللي معروف عند اي مواطن تونسي يقل كالديبلومات تتبيه وعليها وتتبع وتتشار وبرشة لغات اللي ماذا بينا ما نسمعوش بيها فيه الصحيح وفيه الغالط نعم وكان فما حزب الحقيقة في الالتزام بكراس الشروط وحنا هنا كعمادة اخدمنا على الموضوع هذا لانه ما يساعدناش المستوى التكوين الديبلومات التونسية تطيح وقمنا بزيارات للمؤسسات التكوين الهندسي منذ سنة 2018 ووقينا هناك فارخ كبير وكبير في الكونفورميتي يعني في المطابقة المواصفات اللي قوموا بيها هالمؤسسات هذه بالنسبة لكراس الشروط وفي تلك الفترة تم انتداب على حسب الملاحظات اللي عملناهم انتداب اكثر من مئة دكتور بايش يقربوا للمطابقة نعم واليوم عودنا بضبط للمواصفات المطلوبة ولكراس الشروط المطلوبة اكثر من ذلك يعني وعودنا الزيارة هذية في سنة 2023 وعملنا ملاحظات اخرى وقاعدين يرفعوا فيها هالمدارس هذية ونلنا شكر وزارة التعليم العالي كتابيا في الموضوع هذية نظرا للمجهود القيم اللي قبنا به بايش المصوى يكون مرتفع وهيك علاش انه اليوم ان شاء الله يعني التكوين هذا ما نحبوش يتيح يتمس باي طريقة باي طريقة لا وهم بما في ذلك المدارس الخاصة بالاجراءات هذية نجموا طو طو ولات بارشة مدارس خاصة عندهم الاعتماد الدولي يعني ولات شهايد التحم مماثلة لشهايد العالمية لمصلحة الدولة لمصلحة قطاع المهندسين وقفة حازمة وقفتها العمادة اللي مراقبة التكوين في الهندسة من 2018 سي كاميل سحنون بش نختم معاك بالنقطة هذية كي ما بدينا بالهجرة نزيف هجرة المهندسين نرجعو لها ونختمو بها بعض الحلول اللي تقالت انو العقود متاع المهندس المهاجر تتفرض عليها نسبة ترجع للدولة لانو هذي كفاءات وطنية وتستفيد منها المجموعة شنو تعليقكم على المقترح هذية الحل الأمثل اليوم بش نوقف نزيف الهجرة لانو زاد من نجموش نمنع المهندس انو يفركس افيق ارحب والله بعد ساعة نسمو حاجة في الاعلام من نوع هكي أنا نقول قصر نظر يعني تونس ما هيش السجن ما علي كان تختار هل انت تحب عندك اقتصاد معناتها متناغم على اللي قاعد صاير في العالم ومنافس وتكون انت فاعل ومؤثر في الاقتصاد هذية وبالتالي يزمك الحلول الجذرية الحلول الترقيعية ما عندها وين توصل وشفناها في جميع الميادين حتى ولو تلجي متعدي بيها روحك شهر ولا اثنين اللي هي انهمت حسن الوضعية يقعد المهندس في تولس الحلول بتاع الشيوعية متاع الستينيات والسبعينيات رحمت الله رحمت الله عليها والعالم قاش يرجع وتونس ما هيش مش ترجع ما لأظن تونس يجي نهار انه ترجع لحل من النوعية هذية من الجملة اللي عملنا احنا في الحلول هذية هو القطع الخاص كيفاش نطوروه هكا الشباب الهندسي كيفاش نشدوه وبالتالي جبنا لهم الشباب الهندسي العديد من المبادرات يعني مهندسين طلعهم من المصعد التونسي يشبهو لهم طلعوا من الله شيء من ببادرة بسيطة هندسية تساوي فيها أوردينتار وزويز من ناس ولا ثلاثة من ناس ما بعضهم وحتى ولو المرة لولا ما يتعدى ويش الثاني الخاصة وهدايا بالمناخ الاستثماري وخصوصا انه كيفاش نبعدوا عليهم البيروقراطية في هكا الوثائق وهكا الوراق وهكا الوحد نتقوا في كفاءاتنا ان شاء الله تتحلهم الفرصة بشي خدموا في بلادهم بشي نشحوا في بلادهم شكرا لك شكرا سيكمال بعد اذنك البارح احنا المهانسين ما تعرفنا تابعين الاتحاد التونسي للمهن الحرة نعم اللي هو منذ ويتحنو جميع العمادات وما شابه ذلك يعني من الهيئات المهنية بالضبط نك اصدرنا بيان على دعما من غشك للقضية الفلسطينية نعم وخصوصا للمحرقة محرقة الخيام اللي قاعدة صايرة فيه رفح فان شاء الله هالبلاء هذية يرفع عليهم وان شاء الله المستقبل يكون جيد نعم شكرا لكم لهذا الالتزام شكرا سيكمال سحنون عميد المهندسين حنا مبعد شوية نمشيوا لفقرتنا الاخيرة قريب من القلب تهزنا لمنطقة المنصورة من معتمدية بربا ويلية منوبا شنو مشاغل الاهالي في علاقة بالتنمية نرجعو مبعد شوية